مرحبا بكم مرجعنا لكم موصفة جديدة وان شاء الله تكونوا بخير اتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس شكرا كتير لكم معجون طماطم 100 غرام نصف ماء 1 كوب 200 غرام ثوم مهروس نصف راس 15 غرام فلفل اسود نصف معلقة صغيرة 3 غرام فلفل حار نصف معلقة صغيرة 5 غرام اختياري طبعا ملاح نصف معلقة صغيرة 5 غرام الفلفل الشطة اختياري فيه فيكو تضيفو انواع تاني قدار بابريكا زيت اتنين معلقة كبيرة 30 غرام ممكن تضيفو بابريكا الوان فلفل حلو بدل فلفل حار طماطم 1 كوب عدد 3 حبات بصر نصف بصرة فلفل اخضر كوب عدد 2 تحريك تحريك مكونات سكب بالوعاء اي نوع وعاء ممكن زجاج اي نوع وعاء موجود حسب المتوفر والكمية فيكو تضيفو الكمية حسب عدد الافراد او تعملو نصف نصف الكمية واحد كيلو لحمة مفرومة لحمة غنام او لحمة بقار اي اي نوع تحبو كمون نصف معلقة صغيرة فلفل الاسود نصف معلقة صغيرة وملح نصف معلقة صغيرة خلط المكونات مع بعض حتى تنسجم كل المكونات مع بعض عمل كوبة المفرومة اصابع وصفة كتير سهلة وبسيطة ولكن طعم كتير روعة نحمل الفرن مسبقا على درجة عالية من الحرارة من فوق من تحت نوضع الوعاء في الرف الأوسط تقريبا نخذ مايا نصف الساعة نخسل عندنا هكت الرز نعمل الرز نخسل الرز جيد نوضع في الوعاء قليل من الزيت نوضع بصل قليل من بصل وبنسل وبنشوحه مع الرز الرز المخصول مصفة بنسلفحه أو بنشوحه مع البصل طبعا طبعا الماء ماء ساخن ضعف كمية الرز نحن نحن ثلاثة كوب رز نحن ستة كوب ماء ساخن واحد كوب رز اثنين كوب ماء ساخن ضعف الكمية نحن نحن مكعب مرق ماجي وزائد ملح معلقة صغيرة طبعا ملح حسب الزوق فين نزود فين نقلل عند الغليان بنخفض بنخفض الحرارة على أدنى شي نبديت تقريبا عشر دقائق وهذا هيك شكله النهائي طبعا هذا رز مصري الحبة القصيرة بيك تستخدم أي نوع رز انتو تحبوه وهيك صار جاهز للسكب وصحة وألف عافية وانتظرونا وصفات كثير جديدة وكل عمته بخير وروادان كريم هذا شكله النهائي طبعا هذا طريقة كباب الهندي وصفة كتير روعة تقريبا ل ست أشخاص تقريبا 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 اشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس شكرا كتير لكم وانتظرونا بوصفة جديدة مع السلامة تقريبا